زيلنسكي يدرس تغيير قائد جيش ومسؤولين كبار لإعادة ضبط الأمور كما يقول مع اقتراب إتمام العام الثاني للهجوم الروسي على بلاده وأبرزهم رجل أوكرانيا الحديد قائد جيش فاليري زاليجني ضبط الأمور في أوكرانيا هي مسألة ضرورية وليكون فقط عسكريا سيصل أيضا إلى قادة الدولة لأن المرحلة الراهنة تتطلب ذلك يوضح زيلنسكي الذي وجهت إليه انتقادات تصفه بالديكتاتار بعد التقارير التي تناولت عزمه إقالة قائد جيشه زاليجني في أعقاب خلافات حول أدائه في الحرب مع روسيا وتحديدا بعد فشله باستعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي تخضع لسيطرة روسيا الجنرال الحديدي كما يصفه الأوكرانيون لشعبيته داخل البلاد يقول إن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة جديدة من الاستنزاف مما تسبب بتوبيخ زيلنسكي له ونظرا لشعبيته الكبيرة قد تؤثر إقالة زاليجني سلبا على معنويات القوات الأوكرانية وعلى زيلنسكي أيضا السؤال المطروح اليوم هل يستطيع إقالة قائد الجيش؟ واشنطن بهذا الإطار كانت ضد قرار إقالته بحسب مصادر إعلامية أمريكية لكن تصريحات معاكسة جاءت على لسان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إذا اعتبر أن إقالة قائد الجيش وغيره هو قرار سيادي فهل يقدم زيلنسكي على إقالة قائد جيش بلاده؟